هذا واحد من ثلاثة منازل يقتنها النازحون استهدفتها إسرائيل خلال أقل من 24 ساعة عائلة مصطفى مرتضى تسكن هنا في العبادي منذ عشرة أعوام شقيقته لجأت إليه مع توسع رقعة الحرب ولكن مع وصول زوجها أمس تم استهداف سيارته ثمانية أشخاص بينهم ستة ضحايا من الأطفال والنساء قتلوا هنا فيما البحث جار عن طفل وعامل أجنبية هذه ليست المرة الأولى التي يصر فيها زوج شقيقة مرتضى لزيارة عائلته لكن بين القتلى رجل ثاني قال شهود عيان إنه وصل في السيارة المستهدفة ولا يعلم السكان هنا هويته حتى الآن بالنهاية هود أهلنا وما فينا نتخلى عنهم جايين من هالقصف المجرم الإسرائيلي فنحن عم نستضيفهم لأنه هذا واجبنا نستضيفهم أتمنى على الكل على كل المسؤولين أو كل القيادات اللي بتعرف حالها هي مستهدفة إنها تخفف زياراتها وما تروح على أماكن الساكنة اللي فيها النازحين أو الأماكن اللي فيها عائلات يعني اليوم نحن بريح ما كنا بغينا نحن بغينا من استشهاد 7-8 أشخاص وأذا بتلاحظي كلهم أطفال ونسبين فهوني بيصير فيه مسئولية على القيادات إن تتحمل المسئولية وتبعد الخطر عن أهلهم وعن المستضيفينهم إلى جانر التسعيد الميداني يستمر الحراك السياسي الذي لم يهدأ منذ بدء الحرب آخر الزائرين وزير خارجية مصر دكتور بدر عبد العاطي الذي أكد أن الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار نار تمددت بشكل متسارع خلال الأيام الأخيرة في مشهد يصفه البعض بالمفاوضات تحت النار الصلاة شبه يومية مع الولايات المتحدة مع الوزير خارجية فرنسا مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع الوزير الروسي لفروف مع أشقائنا العرب الهدف الأساسي هو الوقف الفوري لهذا العدوان خلف غروب ضاحية بيروت الجنوبية ترقب لليل عادة ما يخترق سكونه الغارات الحربية بعد نهار تدميري رصد خلاله انهيار لأبنية في حارة حريك والغبير وبئر العبد منازل بات المئات من سكانها بلا مأوى يعودون إليه بعد نهاية الحرب من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية غنوية تيم الحدث